نبدأ مع بعض نحل هومورك التورك والجالفانو. اول سؤال في تشوز بيقول لي ده كده اللنس بتاع الوير. ده كده الان والكرمت اللي معدي هو عايز الدايبول مومنت. الدايبول مومنت القدوم بتاعه الدايبول ايكولز ايان. ال اي معك بهاف والان معك بتوق. نقصك مين? الارية. طب الارية كام? طب ما انا عملت منه سيركلر كويل سلكم دور باي ار سكوير. ونقص لنا بقى الريديس. نجيب الريديس مانين بقى. نفتكر كده كان عندنا القانون بيقول ايكول ان في اتنين باي ار. اللي هو القانون بتاع الان اصلا. اللي هي هتعمدك في الملزمة مكتوب كده. لان ايكول الواير. فمعاوض هنا عاوض هنا مش تفرق يعني. بس وبعدها تحسب ايه بقى? تحسب الريديس. يبقى الريديس ايكول اللي هو الواير اللي هو والن والتو باي. وشوف هيطلع معك كام? اطلع الانسر او بوينت فايف ميتر. يبقى الاريا باي هاكتب هنا ها باي. في هاوف بور تو. هيطلع باي اوفر اللي هي اي. السؤال اللي بعده بيولي زي تورك هنا امتى? الكويل بيكون التورك بيكون ماكس لما الكويل يكون وبيكون زيرو لما الكويل يكون طيب اعايز اه وميديني اللينس حضربهم في بعض اجيبي الاريا. اجيبي الاريا كده معايا 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 ايان احطاوض تعويض مباشر الاي بي تو الاريا ال او بوينت سري في ال او بوينت تو والن بكام? وان تاوزند ترن. نمبر سري دي. نمبر فور انهي الفيجر بيربزنت تورك. طيب مبدئيا ده كده وطع الماكس لان هو كده فانت عارف ان ده غلط. طيب بي ولا سي ولا دي هنجرب الانجل ما بين الكويل والفيلد اللي اخد معاه كوزين اللي هاي الكوكورول. لو تفتكر كوزين ستين والكوزين مائة عشرين وكوزين تمانين على كالفيتر. هيطلع معاك كوزين تمانين. في ناس بتجهوها بالعين على طول ان ده اقرب شكل للنورمل. مش النورمل هو الزيرو. فده اقرب شكل للنورمل. يبقى ده اه الميليمم. ده مش وضع الزيرو ده وضع من الميليمم. ده يعني ده اقل لا حيا فراش مات. نمبر فايف. كويل اي هاز سايد ال وكويل بي هاز سايد اتنين ال. مش. ليهم نفس ليهم نفس عايز الريشيو بتوين الكارنز. طيب تعال نشوف. طالما الاتنين نفس الدايبول. ممكن نكتب كرات الدايبول بتاع ايه بي ايكور الدايبول بتاع البي. يعني الايان بتاعة الواير اي ايكور الايان بتاعة الواير بي. طب ما هو قال لي ان هما نفس الايه? نفس التيرنز. يبقى الان هتروح مع الان. مش عايز انا. ونبدأ بقى نعمل. الاي ايه? معرفوش. الاريا بتاعة السلك الاولاني ما هو السلك الاولاني. بتاعها ال وهو سكوير ايه? بل في ال. بالسكوير. ايكول. اللين سبتاني اي بي معرفوش. في الاريا بتاعة ال ال هو بتاعه اتنين ال. يبقى اتنين ال في اتنين ال باربعة ال. طبعا هنكنسل الال سكوير مع الال سكوير يبقى اي 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 كوال فور اي بي يبقى ال اي اي عال اي بي بكام? اي اي عال اي بي اي كوال فور يبقى الاجابة سي. يبقى كان عندي مسلا عندي عشرة لفات. أسمته خمس لفات وخمس لفات. كل واحد منهم الوافز اي اه تعال نشوف كان بكم اصلا. التورك الاولين اكيد كان بيان. اكيد. طيب التورك التاني بقى. ركز معي كده ان هو لك سيم سل. فاكر كنا سيم سل اللي عدنا هاتفها نقولي. طبعا ما قالي نفس السل نفس الباتري نفس الفولت يبقى اكيد اتغير. البيزة ما هي? سياك منذ عيد لاتي ما عرف لوش حصل له ايه? والاريا زي ما هي. والن قلت لايه? قلت النص. طب لما الن تقل ل النص. الالي يقل ل النص. فالار تقل ل النص. فالكارنت يزيد مرتين ولا اقا. اللي هكتب هنا ايه? تو. فطبعا التو تتشلمع الهاف. يبقى هيا هي. ايه كوال تو? يبقى بيان وبيان. يبقى وهو كان عنده عشرة لفات كان بيديني تورك بخيمة معينة. لما قسم اللي عدد اللفات ده الاتنين كويل سوارين كل كويل منهم هيبق عليه نفس التورك بتاع الكويل الاولاني. نمبر سيفن بيولي متالك ريكتانيز الفريم اي بي سي دي بلايس بتوين اه تو لونج ستريت واير بارلل لبعض والكارنت فيهم ايكويل. زي ما احنا شايفين من الرسمة. فبيولي الفريم اللي قدامك ده اللي هو ال اي بي سي دي والروتيت بارلل ولا 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 موف افورد ولا افكتد باي تورك. لو انت يعني من ذاكرة النظري ان التورك اللي ما بيكون بارلل بيكون ماكس اه ماكس تورك لما يكون على الفيلد بيكون زيرو تورك لما كويل يكون بارلل بيكون ماكس ولما كويل يكون نورمل بيكون التورك بزيرو. فالكويل ده الواير اللي على الشمال بيطبق هنا اين? بيعمل هنا اكسات. والواير العشمال الواير العليمين بيعمل هنا دوتس. والواير العشمال بيعمل اكسات. يعني واضح ان داخل جوا الايه? الماكس فيلد فهو كاي. ادي الكويل اهو. وادي الماكس فيلد داخل جواه. كده. يبادي اللي بينهم كلا. بينهم نينتي يبقى اتكين هنا كويل يبقى التورك طبعا. زيرو. نمبر ايت ريكتانج لالكويل ذات كاري الكارنة. ده كده البي. افكتت بدايبول مومنت ده الدايبول. وبيقول لي احنا عارفين ان هو بيان يا سيني كوزين. هو هنا بيقول لي زي انجل زي كويل انجل سكستي بقى كويل بلين كوزين يبقى كوزين سكستي. البي معك بون بوينتو. الايان على بعضها اللي هي الدايبول اللي هي الخمسين. وكوزين سكستي بهاف. هيتطلع معك نمبر ايت. هيتطلع معك بي. نمبر ناين زي افزد فيجر ريبريزنت على اكتاني يدرك فريم زيت كاري الكارينت. مطالب مني الدايركشن بتاع الدايبول بنجيبه بامبير رايت هاند رول عادي جدا. الكارينت قدامك ماشي يبقى ايه انتو زي بيج. داخل كل ورقة. نمبر تن. زاودنا الفيلد. والكويل رمينز بارلل. والسيم ايه. يبقى زي بيجر طبعا زان التورك. لان التورك ايكوال بيان. فهو مثبت الاي. وطبعا هو نفس الكويل. وثبت وبنسك البي عمل لها ايه? زاود البي بقى التورك هي ايه? هيزد. كلام سلسل. اه توريك تانجر كويل. ايان بيزت هاف سيم اريا. ديهم نفس الارية. ليهم نفس كزا. بينج امرجد ان انفور مجنيني فيلد وعملوا اكتة انجل معينة. فعايز طبعا اعرف ان التورك ايكوال كامل? بيان. وقال للكويل عاملة انجل يبقى كوزاين. والله هما الاتنين لو انت مركز كده محطوطين في نفس المجنيني فيلد. فالبي هي هي. وهو معترف ان هي نفس الارية ونفس الان. وقالك ان الاتنين هما الاتنين بانجل سيتا. فنفس الكوزاين سيتا. فا ايه المشكلة? يبقى التورك ايه علاقته بالاي? يبقى اي وان على اي تو. هي تورك وان على تورك تو. يعني برضو هاف. اه نمبر اولف. ايه اول مرة عملت منه مربع. مرة التانية مربع عبر عن لف واحدة. مرة التانية مربع بس عبر عن لفتين. ونفس الكارنت بيعدي. عايز اه الريشو بتوين زم او الاولاني بيعني كامل التاني وهكزا. تعال نشوف كده الديكوية كام اصلا? الديبول ايه وهم اللي اتنين نفس الكارنت هو اللي ايه. يبقى الديبول حيعتمد على ايه? على الان. خلاص تعاليك تبقى القنون. يبقى لها دلوقتي عندي ان الديبول الاولاني. الديبول الاولاني. على الديبول التاني. اقل. اريا ون ان ون. على اريا تو ان تو. طبيعي لان انا الديبول ايان. فالديبول ده غيرك مع الاريا والان. طيب. دي تو معلش. الان الاورانية بان. هو هو اللي ايه. تعالنا نبقى نجيبي الاريا. الاريا بتاعت بتكون في الصيد. الصيد ده. الصيد ده. طب هو لما يكون ستاشر سلك طوله ستاشر سنتي. واعمل منه مربعة. يبقى الصيد الواحد بكام? باربعة. باربعة سنتيمتر وهنا اربعة سنتيمتر. يبقى اربعة في اربعة. عشان نجيبي الاريا بتاعت الاولاني. فور في فور. فتين باور نيجيتف. فور. تلعي معايا. واحد على مية. ده الاريا الاولانية. طيب. دلوقتي لما انا بقى الف مرتين. يعني الف لفتين. يبقى الصيد بكام? لو هيلف. تعال نشوف. القانون اصلا كان عندنا في شابتر تو. ان الان عامة بتكون على البريمتر. البريمتر بيكام بقى الفور من الصيد. طيب انت ما تكمل لفة? عملت لفتين. كام? ستاشر. يبقى الصيد هنا بكام? يبقى الصيد باتنين. يعني ممكن تجابها بالتفكير اممكن نجابها من القانون ده. يبقى حيكون عندي سلك مربع. ولكن الصيد ده باتنين سنتيمتر والصيد ده باتنين سنتيمتر. يبقى الاريا اتنين في اتنين. هتبقى واحد على الفين وخمسمائة. يبقى واحد على الفين وخمسمائة. واشوفوا بالريش ده بكامعة. وان اوبر اه سيكس تو فايف ملتبلاي وان ديفايد وان اوبر تو فايف دابل زيرو في تو تلا معي تو. ايه? وان على تو الدايبول الاولاني يعني الدايبول التاني اكوال تو. يبقى الدايبول الاولاني اكوال اتنين من الدايبول التاني. ببسط باكوال دابل. يبقى يبقى فكرة المسألة هنا انك انت عملت منه سكوير. فعشان اعمل منه سكوير انا محتاج اعرف وعرف احسب بقى الاريا. فانا محتاج احسب لنس الصيد. فروحت الاني قانون ان الاني ايكوال. لنس الواير اللي عندي. على البريميتر. البريميتر بقى ايه دلوقتي المسافة بتاعت الاسكوير ايه? ال وقل وقل وقل. يبقى اربعة ال. اربعة من الصيد الواحد. شوف لي بقى الصيد هيبقى بكام? واحسب الاريا. سواء عمل لفة او عمل لفتين. طيب. لما يعمل من بادئ من وضع من الزيرو. خلاص مش محتاجة. يبقى هناخد. الساين كورو. زا وزي كراف بتوين التورك والمجنيتك فيلد بي. عايز طيب تعال نجيبي السلوب الاول. تورك اوفر البي. ده يدي نعيه? الدايبول مومنت. مش الدايبول مش التورك او يعني التورك ايكوال البي في الدايبول. فلما تقدي البي نحية التانية يبقى يبقى لك مين? يبقى لك الدايبول. يبقى الدايبول هو الاسلوب. يبقى اتناشر على زيرو بوينت ايت. هيطلع معك. نمبر بيقول لي الفيجر دوت في اتنين ايدنتيكال ايدنتيكال اكس وواي. بتاعتهم دي اللي يا جماعة. ودي اتنين اللي. اللي اه عايز بتوين عليهم لو كان لهم نفس الايه? نفس التورك والله واحدة واحدة كده. هو بقى لك ان الاتنين ايدنتيكال فالاتنين لهم نفس الاريا ونفس الان. كده اخفصنا منها. وهو اللي ايه لك نفس الاي. وهو اللي ايه لك نفس البي. يبقى الاتنين عليهم ايه? نفس يبقى لجابة دي. مليش ده بقى واحد محطوط كده? ولا واحد محطوط كده? انا بحسب اريا. اريا للشكل ده كام? الجزء ده في الجزء ده. طب لو همعملوا كده هتختلف يعني? مش تختلف. يبقى سكستين. زوابزت فيجر ريكتانجلر كويل. بيقول لي السايد او زلينز. او ده سوايد او ده كويل which is perpendicular to the x the rotation is 10 سنتيمتر. السايد ده كده الجزء ده طوله 10 سنتيمتر. how much will be the magnitude او ده تورك. هم? تعال لان نشوف القانون. التورك عامتا بي ايكوال بيان هي صين كوزين. وبيان دي بتكون اللي هو بديها رمز تاو نود. هو بديها هلا كده. هو سميه كده. طب اكتب هنا صين ولا كوزين. تعال لان شوف. والله انا عندي الانجل دي. ما بين الكويل ذات نفسه والماجنيتك فيلد. طب كويل وفيلد باخد كوزين. يجب هكتب كوزين. فاكر بقى كوزين السيتا. كم بكام? على هيبوتنس. يبقى five over ten. مستر هتحول? لا مش هحول مع صنتيمتر مع صنتيمتر هيطير. يبقى الاجابة كام? هاف تاو. دي. نمبر سبنتين اكارين كويل is free to move. انا ماجنيتك فيلد افلاكس دين ستي بي. الريش ويتوين التورك. والماجنيتك دايبول ايز كزا. عايز الانجل. الانجل اللي بين الكويل والفيلد. فاكتب ان التورك ايكول بيان او بدل بيان بقى على طول بي في الدايبول. مومنت ديكو المومنت. توصينا لكوزين هنا. ما هو الانجل ما بين الكويل والفيل. كو كو كو. كوزين. طيب معك. معك شونا التورك ولا الدايبول. بس معك التورك على الدايبول. يبقى اكتهدي الدايبول الناحية التانية. يبقى تورك على الدايبول. ايكول البي في طب نعملها واحدة واحدة. عشان نحاس ان ايه الناس مشتفى. مش دي القانون. التورك ايكول بي دايبول هو خطة كوزين سيتا خلاص. اللي هي بيان كوزين سيتا بس الايان هي الدايبول. هو بيقول لك ان التورك على الدايبول ايكول رقم. طيب التورك على الدايبول ايكول كام? بي كوزين سيتا من هنا. ودي دي دي بالدفايدت. بس ابدأ عوضة بقى. تورك على الدايبول بثلاثة على عشرين. والبي كوزين السيتا. هات الانجل. نمبر سبنتين بتطلع معك دي. في طريقة تانية برضو انت تريح دماغك خالص. بتكتب القانون عادي جدا التورك ايكول البي في الدايبول مومنت. وانا كوزين سيتا. في ناس بتكتب ساين سيتا. وكي ينسى يعمل ماينس ناينتي. ما انت رجلت بالسين. لازم الرقم اللي هتلت عمله ماينس ناينتي. لأ احنا عشان ما نطلبتش. قلت رأيك على طول اللي احفظ حور الكوكورو اللي هينجز معك. يبقى كويل بلين كوزين على طول. هو بيقولك ان التورك ديفايدت الدايبول تلاتة على عشرين. خلص يعني التورك بتلاتة. والدايبول بقى عشرين. ممكن نعمل كده. والبي بقو وارضو كوزين سيتا. ونجيب السيتا. نمبر اتين. دخلنا بقى في الجالفانو. بيقول لي تورك عكس التورك المجنيتك. دايما. يبقى للمجنيتك تورك اللي دايما بيكون عكسه. عشان لما يتساوي الكويل ما يعرفش يلف. فيقف مكانه. فالبوينت اللي يدينا قرية. طيب دوت لو كان عنده لما كنتش كنكيف ده كده. لو كانت ده كان هيقدي لايه? آآ ده كان هيقدي لايه? ان الخلوط المجنيتك فيلد. الفلكس. دايما برضو غلط. دايما برضو غلط. دايما برضو غلط. دايما برضو غلط. نمبر ايه? نمبر تونتي حالي نمع بعض في الحصد الشرح. فاللي جابها هتكون بي. تونتي ون بيقول لي آآ ده بتاع الجلبانو ميتر. فعايز بيكون طبعا نمبر فور اللي هو الجزء اللي ايه? مرتكز عليه كل اللي اللي احنا شايفينها دي. اللي بقى الجزء ده هو اللي بيعمل لي ايه? هو القطع اللي قلنا عليها دي عشان تقلل اللي احتكاك. طيب. مين هنا معمول من الالمونيوم? طبعا رقم واحد انا عارف ان الرسمة رقم واحد مشاور على الكويل. لأ بس هو المفروض طبعا بيرسم لك ان هو ايه? هنا كده في فريم. في فريم ملفوف عليه سلك. فبيكون طبعا معمول من اللي برقم تلاتة وعشرين بيقول لي مين هنا المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن مع مع يبقى يبقى وان وطو. اربعة وعشرين وان اي سي كارنت اوف لو فريقونسي باصل انزا جالفانو بيفضل يتمرجح زي ما شرحنا. طيب. ولو هاي دي سي قيمته عالية بيحصل طبعا دامج. مجرد ما احنا ندخل الكهرباء يبدأ يحصل ماجنتيك فيبدأ الكويل يبدأ ان هو ايه? يلف. طب وهو بيلف بيعمل في السوستثين لفوق. يبدأ ان هو يربط السوستثين لفوق. ينتقل من الزيرو ويبدأ يزيد 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 يزيد. لغاية ما يوصل لقيمة يبقى ان كريز تيل ريتش بيان. لازم يزيد فاكر المسؤول اللي قلت في الشرح. ولتلاك لو 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 انت ادخلت الكهرباء في الكويل فبقى الماجنتيك بخمسة. بيبدأ الكويل يلف واسناء دورانه بيربط السوستثين. فيبدأ يزيده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. فالاتنين بيقض بعض. يبقى ايزا بيزيد لغاية ما يوصل لقيمة اللي هي بيان. رقم سبعة وعشرين بيقول لي ازا بيكون كام? زيرو. ليه? عشان بيكون عندي مجنيتك تورك والاتنين بيكونوا عكس بعض زي ما قلنا من شوية. طيب. طبعا دايما ايكوال بيان ساين ناينتي. نقول تلك اصلا احنا ازاي خليناها ناينتي? عن طريق ومساعدة طبعا الايان كور. تسعة وعشرين. مبدئيا هو لازم يكون زيرو سنترد. زيرو سنترد يعني ده غلط وده غلط. لازم يبقى الزيرو في النص عشان يدي جده الاتجاعة. كده ولا كده. طب تاني حاجة بيكون وشرحت لك في الحسة ان المسافات تكون ايه? متساوية والفرق نفسه القيمة نفسها متساوية. يعني هنا من زيرو لتلاتة. زاد كان زاد قد ايه? زاد تلاتة. طب من الثلاتة للستة زاد تلاتة. يبقى دي الاجابة. ده اليونيفور. وانما هنا من زيرو لتلاتة انا زدت تلاتة. بس من تلاتة لتسعة الفرق بتاعي ستة. ده كده مش يونيفور. دي برضو حلمة بعض في الشرح قلنا مين هنا اللي عنده اعلى سينستيفيتي. فقلنا اعلى سينستيفيتي ولما يكون كلهم لهم نفس يبقى اللي عنده اعلى ايه? اللي عنده اعلى سيدة. برضو دي شرحناها من شوية. يبقى الاجابة بي. سيرتي ون الماكسمم انجل. اكبر انجل ممكن الديهنية سيركتفور. وانزا الفانوميتر is connected to an electric circuit which is uh which a current of انتنستي كزا. باصل سرعيت. العايز الماكسمم كارنت. بسيط. بص دي. لما ربعمية وتمارين مايكرو امبير. دخلوا في دخلوا في الجهاز. هو امام الانجل مزبوط طيب كام يعدوا عشان يشاور على اعلى حاجة ما هو اعلى حاجة دي. يعني اعلى انجل اعلى انجل هوم ده رجب كام? سكستي فور. كرة اسمة هيطلع معك. دي. يعني عايز العلاقة بين التورك والسيتا بتاعت المؤشر نفسه اللي بيفضيحه ييجي. طبعا دايركت. كل ما التورك يزيد بشاور بقيمة ايه? اكبر. وما الانهي واحدة اللي ثابتة. الانجل بين الوالفيلد. او ما بين النورمال والفيلد. عنده نمبر اف تيرنز اند. اريا تو بي او بوينت او تو كارنت بس ري. البوينتر دفلكت باي انجل خمسة واربين. الپوينتر نفسه المؤشر نفسه عمل زاوية خمسة واربعين. هو عايز منك هنا قيمة التورك بتاع السبرينج والتورك الماغنيتك. التورك المجنيتك كده كده ايكوال كام? بيان. بيان بس. ولا صاين ولا كوزاين. ما هي دايما بناينتي. يا استر امر ايه الخمسة واربعين دي? الخمسة واربعين دي هي وحظت هنا عشان يزاولك. ازاي? دلوقتي هو مديني ايه? مديني بتاعت البوينتر. ادي البوينتر كنفع الزيرو هنا. شاور على قيمة معينة اللي هي تلاتة ميلي امبير. عمل انجل كام? خمسة واربعين. انا من امتى? في القانون بشتغل بالانجل دي. ما ليش دعا به? طيب والانجل اللي جوه الجهاز نفسه اللي بين الكويل والفيلد ما هي دايما سابتة. واللي بين دايما سابتة. عشان كده بيكون دايما بقول كلام سابت. بيان بس. هتعوض تعويض مباشر. طيب هو بيقولك هاتلي هاتلي لما الكويل يستوب موفينج. طيب ما طالما الكويل بقى ستوب موفينج. يبقى لازم والميكانيكال تورك اللي هو يبكونوا طبعا لبعض. يبقى الاجابة هنا هتكون سي. اول سؤال بيقول لي معك ده الاريا ده الان ده البي ده الاي معك البيان كلها. عايز لما الكويل يكون التورك. ايكوال بيان. هنا هو التعويض مباشر. البي معك. الاي معك. الاريا معك. بس يتنساش. اللي منكم بيقول لي ما هو دي الواحدة ودي الواحدة. خلاص? والان بكام? بمتين. هيطلع معك. متر. ما تهملش عشان بيتيجي برضو. بدرب عليها من دلوقتي احنا نستفى اول السنة اهو. بدرب عليها من اول دلوقتي وابدأ احفظ واحدة واحدة. وهتمنى القانون. طب لما الكل يكون مش محتاجة مذاكرة. لما يكون التورك بكام? زيرو. طب لما الكويل يعمل ستين. الكويل يعمل ستين. كويل. كويل. كوزين. يبقى السي ايكوال. او تورك ايكوال. بيان كوزين ستين. هيطلع معك. تو بوينت فور نيوتن متر. نيجل نمبر تو. آآ لوب اوف كروس سكشن الاريا كزا. نمبر اوف كزا. ده كده الاريا. ده كده الان. بعد دفاع. تن امبير. عمل سيرتي ديجري ما بين النورمل والفيلد. اول في انجل بين النورمل والفيلد. واده البي معنا. خلاص يبقى ايكوال بيان ساين سيتا. لها مستر ساين عشان قالي نورمل الكويل. تضرب كل الارقام دي في بعضها. هيطلع معك مية خمسة وعشرين نيوتن متر. رقم تلاتة ده الان اه معنا الديامتر طبعا من الديامتر هعرفيك بالرديس. وان سنتيميتر ده هو نص الديامتر يعني. وعرف يجيب منه الاريا كمان. يبقى هكتب على جنب كده ايه? ان الريديس ايكوال ومن هنا برضو الاريا ايكوال باي في الريديس سكوير. ومعك بسبعة امبير. اه ده ده لسه في قصة تانية. عندنا سلينويد بقى كمان. الان بتاعته معك. واللينس بتاعته معك. اه. تمام? يعني انا معي البي بتاعت الكويل والبي بتاعت السلينويد. انا كده فهمت. بقولي هاتلي اللي عند السنتر بتاع الكويل. انا هفترض من دماغي ان الكرن طالع. طالع ونزل مش فرقة. فين بتاعه وفين المجنين كفيلد بتاعه? كده بطلع يبقى يمين? تمام? تمام. مشي. والسيركتر كويل عايز يرسمه بحيس ان بتاعه يبقى نورمال على عايز الكويل بتاعه نورمال على. الكويل يا شباب اللي هو السلك المدور ده. بتاعه بيكون الخط اللي بيعدي بالسنتر. لدايرة هي مسلا الخط اللي بيعدي هنا كده ده ده. 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 فانا هرسم المرسومة كده. والاكسس بتاعها لفوق. لكني يا راس ما قدامك كده. 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 كدك شايفو زي ما نعمل ايه كده بزبط. مش كده? لا كده. كدك شايفو كده. فالاكسس بتاعه فين? لفوق. كده الاتنين بقى ايه? كده المجنينة بتاع الكويل لفوق. والمجنينة بتاع الشمال. طب دول كده ايه مع بعض? واحد طرعي لفوق. واحد اب. واحد يمين. مش دول كده نورمال على بعض. نشتغل معهم ايه? يبقى حضرتك هتجيب البي سيلينويد. وهتجيب البي كويل. وتعاملهم ده اللبينة. قانون ميو ان اي على اتنين ار. هتعوض تعويض مباشر معاك الميوت اهنا مش كتبها بس هي معاك. تايم تين بور نيكتف سيفن. الان بتاعت الكويل عشرة. اي الكويل سبعة. على اتنين ار. وقرب واحد سنتيمتر. هتعوض هتطلع معاك كالكويلتر. فور بوينت فور ميلي. فور بوينت فور ميلي. تسلا. وهتجيب السيلينويد. السيلينويد ميو ان اي على السيلينويد. الميو معاك. تمام? الان بتاعت السيلينويد. اه بمتين. الاي معاك. على السيلينويد اللي هو كام. اللي هو طلع معايا الانسر اتنين بوينت سيكس فور ميلي برضو. جبت ده وجبت ده. اعمل فيهم ايه? اخدهم ازاي? يبقى عشان اجمعهم على بعض. بجمعهم اللي هو الاولاني اللي هو الفور بوينت فور تايم تين باور نيجيتف سريه. كله كده باور تو. بلس. ودايما دي بتبقى بلس. بس كده. سؤال تقيل شوية. تقيل شوية. تقيل ليه? لانه انا عايز منك تتخيل ازاي اكسز الكويل يبقى نورمال على اكسز السيلينويد. بايخ شوية. طيب اه الدايبول بتاع السيركلر كويل. نرجع بقى نمسح الكرام ده. نرجع تاني للشابتر اه تو او الجزئية بتاعت الدايبول يعني. يلا بينا بيقول لي هاتلي الدايبول بتاع السيركلر كويل. الدايبول عمتا ايكوال ايان. الاي بتاع الكويل سيفن. الاريا بتاعت الكويل قولنا باي في الراديس باور تو. انت معاك الديامتر. نصه يبقى الراديس. والاريا باي ار سكوير. والان بكام? ده عشرة. هيتطلع معاك الانسر. تو بوينتو. طيب بتين بور نيكتف تو. وطبعا. الحقيقة ان انا بحل السؤال ده. علشان رقم سي. ايو سي بصراحة ايو سي. رقم سي بقى عايز التورك اللي على السيركلر كويل. فالتورك اللي على السيركلر كويل اكيد ايكوال بايان. ما هو اي تورك ايكوال بايان. طيب. الفكرة هنا انك هتعوض انت عايز البي او عايز التورك اللي على السيركلر كويل. فهتعوى بالان السيركلر كويل والاريا بتاعت السيركلر كويل والاي بتاع السيركلر كويل. ولكن هتكتب البي بتاعت السيلينويد. طيب ليه? واحد واحد. ارجع معي كده اللي لقيه رسمة فيها تورك. وليكن الرسمة دي. اللي الاصلي رسمة الاصلي. مش هنا دلوقتي. المسألة دي عندي ماجنيتيك فيلد خارجي. ماجنيتيك فيلد جاي من برا. اللي هو النورس والساوس اللي انت شايفهم ورايا دول. وفي نفس الوقت الماجنيتيك فيلد اللي جاي من السلك المربعة. مش كده. انا في القانون بتاع بايان. باخد مين? باخد الاكستانر. اللي هو اللي شايفه ده اللي هو اللي ازرق واللاحمر دول. طب في المسألة بتاعتي. انا عندي وعندي بيقصر عليها. من البي الخارجي. البي بالنسبة للسركلر كويل. اكيد السلينويد. فحكتب اللي هي تلات معنا بكام? اللي هي تلات معنا. بتو بوينت سيكس فور. تو بوينت سيكس فور. وتعوب بالاي كويل اللي هي سبعة. والاريا كويل. اللي هي باي ار سكوير. والان كويل اللي هي بعشر. وتشوف كل الكلام ده هيطلع معاك كم? هيطلع معاك خمسة بوينت تمانية نيوتين ميتر. سؤال يعني نعرف نجيب الريديس والاريا. الريديس والاريا. اللي هي معايا. شامل بريحة شابتر ون. والريديس بتاع الواير. نعرف نجيب منها الاريا بتاعت الواير. عايز. طيب هو طلب منك ايه? طلب منك التورك. التوركي كويل كام? بايان. البي معانا? الاي مش معانا. الاريا بتاعت الكويل معاك. الديامة اربع عشرين نصه اللي هو الريديس عشرة يبقى الاريا باي ار سكوير. والار او بوينت ون عشان حولتها لعشر سنتي ل او بوينت ون ميتر. الان بتاعته بكام? فيفتي تيرن. كنت انا اسطلنا مين? انا اسطلنا الكارنت. الاي. طيب الاي نجيبها ازاي? شابتر الاي في على ار. الفي باربعتاشر. مش معانا. تعال لانو نحن نجيب الريزيستنس. رولا. الرو سيفن تين باور نيجتيف سيفن. مش معانا. كنا بنجيبه من قانون الان في تو باي ار. خمال معانا ايه? صحيح. ما المعانا ايه? طيب. ايكوال ان في تو باي ار. بس خب بالك كنت بكتب لك هنا تو باي ار الكويل. اللي نعوض. الان معك. بخمسين. في اتنين باي. في الريديس. بص بقى ايش فتحت الماك كنا معاه. هتاخد انهي هتاخد الوان ملي متر ولا العشرة اللي هي نص الديامتر اللي عشرين سنتيمتر. نص الديامتر كام? اللي هو الريديس. في نص العشرين عشر. يعني بالبلدي كده هتاخد ار الوير ولا ار الكويل? ار الكويل. لما تحب تحسب لينس الوير وللسلك بنعوض بار الكويل العكس. تمام? ار الوير ده لو انت فاكر ما كانش ليه اي لازمة خالص خالص. غير انه يحسب لك اريال واير. اريال واير. تخن السلك نفسه. الدكرة تخنه كام? او. فهكتب هنا كام? او بوينت وون. هتحسب لي من هنا اللنس. هطلع معك اللنس بسيرتي وان بوينت فور ميتر. جيبنا اللنس نرجع نعوض به هنا نجيبه يبقى لسيرتي وان بوينت فور على الاريا باي ار سكوير. انهي ار بقى. ما انا قللاتي بالكلمة على الوير. فانعايز الوير. يبقى الوير. الوير مليمتر يعني الكل ايه? سكوير. حيطلع معك الريزيستنس ايكول سيفن اوم. حيطلع معك الريزيستنس ايكول كام? سيفن اوم. طيب. بعد ما اجبت الريزيستنس ارجع بيها تاني هنا. عواب بيها هنا. هيطلع معك الاي باتنين امبير. هيخب بها الاي وارجع اكتبه فين? وارجع اكتبه هنا تاني. ده الاسلوب اللي انت بتفكر بيه وان كان المسألة دي مبالغ فيها شوية لانها بطلب منك تيب حاجة والحاجة عايزة حاجة والحاجة عايزة حاجة والحاجة عايزة حاجة اربع مرات طبعا طويلة جدا بس ده دل الطريقة اللي بنفكر بيه في المتحان دايما او في لا سئلة بكتب القانون بدور على الحاجة اللي مش معي. الاي زي الاي مينفع الار فين الار رولا فين الال ان في تو بي او بتمشي كده. نمبر فايف اريكتانجلر كيل اوف لنس كزا واتس كزا معنى الاريا نمبر اف ترنز ان معنى الان بي معنى البي تلاتة امبير معنى الاي عايزة قلنا خلاص بقى ايكوال ايان ايان يعني الاي عندك بتلاتة والاريا عندك اه او بوينت سيكس او بوينت فور انا حولتها لطول يعني والان عندك بمتين هيطلع معك الانسر مية اربعة واربعين يبقى الدايبول مية اربعة واربعين امبير متر سكوير ده هو السؤال. تاني سؤال بتاع الدايبول مومنت ما هو الراجل بيقول لك ان الكويل بيربن ديكلر. الكويل ذات نفسه عامل كده. يعني انا هرسم لك الاول خطوط المجنيدك فيلد اهي. الموضوع عايز تخيل. اهي دي خطوط المجنيدك فيلد المنصل للساوس. والكويل واقف نورمل. الكويل محطوط نورمل يعني واقف كده. يعني هنا بكام بزيره طبيعي. طب ازا كان الكويل عامل كده. الدايبول بيعمل ازاي? موضوع دايما نورمل على الكويل. موضوع نورمل على الكويل. فيعمل انجل تسعين مع الكويل. طب لو مع الكويل يبقى بارل لمن? للمجنيدك فيلد. اهو السهم الاحمر. بارل مع السهم ليه? مع السهم الازرق. طب عايز نتخيلها تاني. نتخيل ان الكاف في ايدي ده هو الكويل. هو الكويل. وده اسمه اهو. حاجة نورمل على كاف ايدي. حاجة على كاف ايدي. فانا هنا في هذه الحالة. في هذا الوضع مع رقم تلاتة بيقول لي هاتلي لما الكويل يلف ربع لفة. انا كنت عامل كده. هبدأ اللف ربع لفة يعني هنزل ايه? هنزل كده. فهبقى فهبقى في وضع طبعا يبقى رقم تلاتة التورك ايكول البي في الدايبول. وانت خلاص معك البي ومعاك الدايبول. البي معاك بكام او بوينت فايف. والدايبول جبناه بمية اربعة وعربعين. هيطلع التورك معاك بسيفنتي تو. اخر سؤال. زوجت جراف بتوين التورك والسيتا. طبعا من الرسمة واضح ان ده لانه بدأ من زيرو. فمن غير ما يكمل قرية دي اكيد العلاقة ما بين الانجل ما بين الورمال والفيلد. وطبعا برضه هو ايلك? عيز قيمة تورك عند النقطة ايه والنقطة سي? قيمة الانجل عند النقطة ايه والنقطة سي? والله هي واضح اوي ان لعند النقطة ايه. تورك عندي ماكسمون. طب وهنا التورك بكم? بزيرو. وهنا ماكس وهنا التورك بكم? ايكوال زيرو. عند النقطة اي هو ماكسيمم عند النقطة السي هو زيرو. الانجل عشان بيحصل فيها دي الزيرو. واللي ده مختفقين على ده. الانجل اللي بعدها على طول تسعين. اللي هي عشان كده التركة ماكسيمم. اللي بعدها على طول بيكان بمية وتمانين. فالانجل عند ايه, ناينتي وعند سي مية وتمانين. ايه اي الصعوي في السؤال يا مستر. السؤال ده لميدي بقية وتمانين? الناس بسط على النقطة سي. لعت ان التركة بزيرو فهيقولك تم خلاص الانجل بزيرو. لأ. تركة بزيرو وارد ان الانجل تبقى بزيرو وارد تبقى مية وتمانين. المانع. فانت هنا انت في انجل بعد الناينتي انا في رقم بعد الناينتي انا في نهاية النص انا في نهاية الربع التاني مش ده ربع الاولين وده ربع التاني فاكيد الانجل ما هي تبقى يعني زيرو. الزيرو في الاول هو اصلا. بس هتلاقيها مكتوب عندك غلط في المودل انسر انه عندي برضو زيرو. لأ سالضحها بقى هي مش كده. هي عندي النقطة اي ناينتي وعند نقطة سي مية وتمانينة.